اهلا بكم من جديد في الحصة المغاربية اعاد الرئيس التونسي قيس سعيد الخطابة نفسه الرافضة لأي تدخل خارجي في شؤون تونس وذلك عقب لقائه بمساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى باربورا ليف ما يكشف عن الحساسية التونسية من أي تدخل خارجي في شؤون البلاد من جانبها اعلنت نائبة وزير الخارجية الامريكي انها ابلغت سعيد ان الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ اقوى وامتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الانسان وبحسب مراقبين فان نبرة الرئاسة التونسية تشير الى ان هناك سوء تفاهم واضح مع واشنطن ما دفع سعيد الى تفنيد الادعاءات التي تروج لها بعض الاطراف واعلان التمسك بالسيادة الوطنية لا تفوت الادارة الامريكية وي فرصة للتعبير عن تحفظاتها مما يحدث في تونس تارة من بوابة مدنية الدولة وتارة اخرى من نافذة حريات التعبير اما الديمقراطية فتبقى التعلى الامريكية الاكبر للضغط على الرئيس قيس سعيد متابعون كثر يسلمون بان العمسام يستعمل ورقة المال والدعم لتغيير المعادلات السياسية التونسية اعتقد ان السياسة الخارجية الامريكية تحاول الضغط على رئيس جمهورية قيس سعيد من عدة اوجه الوجه الاول هو الدفاع عن مدنية الدولة وعن حقوق الانسان وتستعمل هذا الملف كورقة للضغط على قيس سعيد ربما ورقة الضغط الثانية ستكون من خلال الدعم المالي والدعم العسكري لتونس خلال الفترة القادمة فاذا كل هذه الورقات السياسية تضغط بها السياسة الخارجية الامريكية على قيس سعيد بهدف ربما لي ذراعه وربما التخفيف من سلطته الواسعة في تونس نظرا لانها كانت تتلقى وعودا من الحكومات السابقة التي ترأيسها حركة النهضة اما الرئيس سعيد فيوكد في كل مناسبة بضرورة احترام ارادة الشعب التونسي والكف عن تدخلي في القرار الوطني التونسي سعيد لا يفيوت الفرصة للتأكيد على وجود طابور خامس يستقوى بالاجنبي ويغالط الرأي العام الدولي بغيتها اجهاد المصاري الاصلاحي الادارة الامريكية تسعى إلى تغيير الموقف التونسي وتغيير الخارطة اليوم بعد 25 جوليا نظرا لانه هناك ارادة شعبية نحو فسخ عشرية سوداء في تونس لكن الادارة الامريكية تسعى إلى تثبيت اصدقائها في الحكم وارجاعها من بوابة اخرى وهي بوابة ما يسمى الديمقراطية التونسيين اليوم يعوشون في ديمقراطية واضحة وضحة المعالم وعلى الادارة الامريكية ان تكفل على التدخل في شؤون التونسيين والتونسيات نجاح تونس في تنظيم قمة تيكاد واستعدادها لعقد القمة الفرانكوفونية قد يفند المقولات الداعية بأن تونس تعيش عزلة دولية الضغوطات الامريكية على مصاري الخامس والعشرين من يوليو تتواصل فيما تتشبث السلطات التونسية بضرورة بقاء القرار الوطني مستقلا بلا المبروكة الغد تونس ينضم إلينا ضيفانا من تونس الدكتورة بدرة جعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية وخليفة شوشان الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب النطيقة باسم اتحاد الشغل أهلا بكما معنا في حصة مغاربية دكتورة بدرة جعلول إن كانت واشنطن قلقة من الأوضاع العامة في تونس لماذا ينزعج الرئيس قيس سعيد من ذلك؟ أهلا وسهلا شكرا لك نحن والرئيس سيد الرئيس قيس سعيد طبعا ينزعج من أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي التونسي وأن تعاد هذه الورقة التي في كل مرة يأتينا بها وفد أمريكي أو مجموعة حقوق الإنسان والحريات وكل هذا يعني موجود في الساحة التونسية وفي المشهد التونسي وهذا أصبح مزعج صراحة أنه من فترة إلى أخرى تأتي هذه المجموعات الأمريكية بالتعلق للضغط والضغط الدبلوماسي وربما هناك نوع من التهديد المبطن وهذا مزعج طبعا باعتبار أن لو نرجع إلى الواقع التونسي فمنذ 25 جولي 2021 يعني لا نجد قمع للحريات لا نجد قمع للتظاهرات والإحتجاجات نجد تنظيف القضاء من أجل تحقيق عادل ومن أجل إرساء الحقوق والحريات إعلام يعني على بكرة أبي ضد الرئيس وهم يعني يشتمون ويسبون وعمالة كبيرة جدا يعني مرتزقة وللأسف إلا ما رحم ربك فلماذا اليوم في كل مرة يأتي الأمريكان بإعاز طبعا وهو معلوم هذا الإعاز بإعاز من جهات معينة ليتحدثوا ويضغطوا بحقوق الإنسان ويتكلمون عن حقوق الإنسان والحريات ويكيلون بمكيلين الإعاز ممن لأنه غير معروف على الأقل الإعاز ممن يسمون أنفسهم ضد الإنقلاب والمعارضة وتلك الطبقة السياسية البائسة واليائسة التي كانت في العشرية السوداء والتي دمرت دولة كاملة والتي دمرت الاقتصاد التونسي والتي دمرت كل المرجعيات في تونس يعني نحن نعلم جيدا أن لهم لوبيات وأنهم هناك في واشنطن وفي أمريكيا وفي دول أوروبية يعني يعملون كل ما بوسعهم من أجل جلب الضغط للدولة قلتها وأعيدها وأكررها للمرة الألف أنهم عندما خرجوا من الدولة من السلطة أصبحوا أعداء الدولة وأصبحوا يستقون بالخارج لكن رغم كل ما تفضلت به دكتورة بدرة جعلون نعم لو سمحتني رغم كل ما تفضلت به هنا أسأل السيد خليفة شوشان ما يجري في تونس أليس أدعي القلق سيد خليفة؟ هو في الحد العام هو يستدعي القلق كتونسيين وكوطنيين نعرف أن تونس تمر بتحولات كبيرة برشة خاصة بعد 25 جوليا ثم العديد من المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطن التونسي يوبيا كما المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وهذه تدعو كل وطني غيور في تونس للقلق لكن هذه المسائل التي تستدعي الكثير من ربما المجهودات الوطنية أن تتآذر من أجل حل هذه المشكلات الداخلية لا تضعنا على أرصفة الدول الكبرى والسفرات لنتوسل تدخلها من أجل إعادتنا إلى السلطة وهو ما تفعله بعض القواء السياسية أولا لأختلف قليلا مع الأستاذة والصديقة بدرة أن ليست هذه القواء المعارضة الداخلية هي التي ربما تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل لأنها ليست بهذه القوة وليست بهذه الأهمية أن يكون لها ربما دور في ربما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل لأنها في الأخير هي تبقى أداة وظيفية الولايات المتحدة هي التي تحركها من أجل الدفاع على مصالحها في تونس وربما بعد 25 جوليا كانت هذه القوات تتحرك ميدانيا وهذا مسموح لها في إطار الديمقراطية الموجودة في تونس أن تتحرك في الشارع وأن تعارض وأن تسمي ما وقع في 25 جوليا بأي صيغة وأي مفهوم تشاء تسميه فرصة أو تسميه ديمقراطية أو تصحيح أو تسميه ديكتاتورية لكن بقدر ما تقلص نشاطها على مستوى الشارع وربما انعزلت داخليا في تونس بقدر ما تحركت الإدارة الأمريكية أي تحرك الأصيل ربما عندما فشل الوكيل وأصبح ربما يضغط بشكل مباشر على الدولة التونسية ولا أقول فقط على الرئاسة التونسية نتذكر بعد 25 جوليا كان مجلس الشؤون الخارجية وبعض النواب المأجورين الأمريكان كانت تحركهم بعض الموبيات للتحرك والضغط على تونس بتصريح من هنا وتصريح من ذلك لكن في الأخير رأينا أن نزعت الولايات المتحدة الأمريكية قناعها ونزلت إلى الميدان التونسي وأصبحت تصرح بكل وقاحة سوى من سفيرها المنتظر في تونس أو من وزير خارجيتها أو حتى من وزير الدفاع في آخر تصريح تم استدعاء وزارة الخارجية التونسية باستثناء بعض المجانيع التي لا تعنيها المسألة الوطنية وزارة الخارجية التونسية استدعت سيدة بدرة جعلول السفير الأمريكي لدى تونس أيضا أنت بنفسك قلت بأن العديد من الوفود الأجنبية بعد 25 جوليا أتت إلى تونس التقت برئيس الجمهورية بما فيها الوفود الأمريكية لماذا بعد كل ذلك الرئيس قيس سعيد يقول الصورة مغلوطة لديكم تعالوا اسمعوا منا إن كانوا قد التقوا به بالفعل صحيح يا صورة مغلوطة فعلا أنا قلتها منذ زمان ومنذ 25 جوليا أنهم كثروا من المشي والجاي وكثروا من التدخلات وأصبحت التدخل في الشأن الداخلي التونسي لمنهب ودب يعني حتى أن هناك دول يعني لا نعتبرها قوية أصبح التدخل على كل حال الرئيس كان واضح وصريح ولا يزال واضح وصريح وسيبقى كذلك أنه لا للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مهما كانت القوة ومهما كان الطرف كذلك أن الرئيس يقولوا لهم تعالوا تعالوا واسمعوا واسمعوا مني لكن أتوا بالفعل الدكتورة على سؤالي سؤالي كان حول أنهم أتوا بالفعل واستمعوا له بالفعل بالفعل استمعوا ولكنهم لا يزالون يحاولون كما قال صديق خليفة المجموعة الآن فشلت فيه ونعرف أن من وضع العشرية السوداء أو من أتى بما يسمى ثورة الربيع العربي قد فشل وآخر معاقلهم هي تونس لهذا فإنهم لا يزالون يحاولون ويحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنهم يعلمون جيدا أن السقطة الأخيرة المشروع الأمريكي في الدول العربية هي تونس وهم يريدون إنقاذه ونتذكر كذلك في 2011 لما وقف الكونغرس وصفق لم يصفق لتونس ولا للدول العربية ولا لتونس خاصة إنما صفق لنفسه ولمشروعه اليوم ينهزم أمام إرادة الشعب التونسي وأمام خاصة السيد الرئيس قيس سعيد الذي أخذ على عاتقه إرادة هذا الشعب ونفذ ما أراده الشعب لكن التحفظات الكونغرس الأمريكي والسفير الذي سيأتي إن أتى هذا فإنهم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن نتحدث عن تحفظات ليس فقط أمريكية وإنما أيضا أوروبية لو سمحت لي على المقاطعة نقطة أن قلها لسيد خليفة شوشان ألا تعتقد إذا ما أطلقت رئاسة الجمهورية حوارا وطنيا شاملا في البلاد أن كثيرا من هذه التحفظات أو الانتقادات سوف تخف في تقديرك؟ لن تخف هذه الانتقادات لأن القضية تتجاوز المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في آخر تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي في أحد الاجتماعات كان أكثر صراحة وأقول كان أكثر وقاحة لأنه عندما قال المسألة لا تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان إنما تتعلق بالموقع الجيو سياسي لتونس وتحدث أن تونس تكون منطلقة للدفاع عن أفريقيا ضد التدخل الصيني والروسي إذن هو كان واضح في هذه المسألة والقضية لا تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ثانيا اسمح لي أن أسجل هذه النقطة القضية لا تتعلق برئيس الجمهورية قيد سعيد فقط في علاقة بالدفاع للسيادة الوطنية لأنه تقريبا بعد التصريحات التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية أو التي أطلقها وزير الدفاع التي كانت ربما أكثر كما أكررها المرة الثالثة أكثر وقاحة هناك العديد من المنظمات الوطنية التي أصدرت بيادات اتحاد الشغل، هيئة المحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهذه منظمات وازنة وحقيقية ووطنية ومتجذرة بعضها ربما يتجاوز عمره أكثر من سبعين سنة أكثر حتى من الدولة الوطنية في حد ذاته أو حصولها على الاستقلال وهذه المنظمات هي وازنة تقريبا كل الأحزاب السياسية الوطنية من اليسارية والقومية العربية والوطنية جميعها أصدرت بيانات ضد هذا التدخل رغم الخلافات الداخلية لكنها أصدرت بيانات أيضا تطالب بالحوار لكنها أيضا هذه المنظمات سيد شوشان هذه البيانات لو سمحتني في نفس السياق الذي تتكلم عنه هذه المنظمات على رأسها اتحاد الشغل طالب أيضا ببناء حوار وطني شامل يشارك فيه هو والعديد من المنظمات الوطنية هذا لم يفعله رئيس الجمهورية ما أثار أيضا الكثير من الانتقادات حوله باقتصار لو سمحت هذه أستاذ على قاعدة الوطنية لأن هناك مطلبين للحوار هناك مطلب للتفاوض من أجل إعادة من أسقطهم الشعب من السلطة يوم 25 جوليا وكان رئيس الجمهورية مجرد منفذ لأنه هدايا يطالبون بحوار من أجل اقتسام كعكة السلطة وهناك حوار الذي يدعو إليه الوطنيين سواء حزاب أو منظمات وطنية وهو الحوار حتى لا يتفرد رئيس الجمهورية فقط بتحديد مستقبل هذه البلاد وهذا حوار نطالب وبه جميعا من أجل ربما وهذا الحوار الذي سألتك عنه في البداية في سؤال الأول على المستوى الاقتصاد والاجتماعي وحتى بعض الإشكاليات على المستوى السياسي أتركنا الوقت تماما أشكركم جزيلا من تونس خليفة شوشاني كاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل الدكتورة بدرق علول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية شكرا لكم